ندال كم من تسعة من عشرة تدي مين من أعمالك اللي تديه دلوقتي تسعة من عشرة يعني أعتقد أنه بالنسبة لي لو هديله للأهمية والنقلة النوعية في حياتي كان شغلي مع الزعيم عدل إمان ناجي عطلة ناجي عطلة فرقة ناجي عطلة يعني بالنسبة لي تحوز هذا الرقم العظيم والعالي جدا لأنه شغلك مع الزعيم عدل إمان قيمة مختلفة وشيء مختلف في حياتك الفنية كلها ويكون إن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يرزقني التوفيق فيه ويبقى أستاذ عادل يبقى يعني مدينا المساحة أو مدينا المحبة إن إحنا نقف جنبه وندحك ونقول كوميدي والحاجات دي الاختيار كان إزاي يعني الاختيار كان إزاي أعتقد إنه الاختيار كان من أستاذ عادل إمان أستاذ عادل إمان الله أكبر عليه ربنا يديله الصحة ويديله ألف عمر على عمره من النوع اللي بيتفرق كتير جدا وعنده قوة ملاحظة كبيرة جدا فكنت ساعتها بعمل تامر وشوقية والأجزاء بتاعتار وشوقية كذا جزء وكذا فكان كل يوم ما نتقابل في أي مناسبة يعني في أن يقولي قد أنت معايا أنا مش هسيبك فهو من جمال أستاذ عادل إمان إنه دايما عمل زي الكشاف دايما يتفرق كتير 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 وكل حد ممكن يشوفه مفيد في حتة معينة بياخده وزي ما حصل برضو مع أخويا نجم الأمر يعني أخويا أحمد مكي فهو أستاذ عادل أعتقد الترشيح جي من عنده وحتى لما اشتغلت معاك كنت رايح كضيف يعني في أحد أفلامه وكانت بوبوس قال لي لا لا مش ده أنا منشايلك لحاجة حيوة أنت جاي هنا كده بس هتعمل حاجة فكانت بقى بعدها على طول فرقة نجعة طالة فده بالنسبة لي يعني التقييم بتاعي 9-11 من 10 حاجة كده بس تخلينا في 9 قلينا في 9 يبقى كويس أنا عايزة أعرف منك يعني يعني خليني أنا عروح واجي على مشوارك ما بحبش لأنه الممثلة ما بيعمل أكتر من حاجة مش هنبقى بقى بالترتيب بس أنا شخصيا يعني كمشاهدة هنا مش كمزيعة وقفت عند عمل حكاية رولات واستغربت أداءك جدا أنا بشوف أنا حديك 9 من 10 علشان المسلسل خمس حلقات بنحيي طبعا أستاذنا يوسري الفخراني على فكرة حكاية في أسبوع خمس حلقات قدرت تشدنا أداءك الكيميستري الطريقة وكمان كنت مختلف تماما أنت شفت نفسك فيه كده مختلف ولا بالنسبة لك عمل عدة لا 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 بالعكس ده كان مختلف جدا وكان تحدي كبير جدا جدا أن احنا يعني نقدر نعلم من خلال خمس حلقات في حدوتها صغيرة وربنا رزقنا التوفيق فيها ويبقى الصدق بهذا الشكل كان شيء عظيم جدا وكان رد الفعل بالنسبة لنا مبهر بس هي زي ما تقولي كده كان تحدي كبير جدا مع أستاذ معتز حسام ومع نجلاء ومع أستاذها مهة سليم وأن احنا ننطلع حدوتها حقيقية متصدقة بشخصيات حقيقية وكان الرسائل اللي احنا عايزين نخرجها للناس من وجهة نظرنا كانت رسائل مهمة جدا وكنا متحمسين لها جدا يعني رسالة أنه أي اتنين بيحبوا بعض أو أي أزواج ما ينفعش تخبوا على بعض حاجة ما ينفعش يبقى فيه طريق آخر غير فكرة المصرحة مهما كان رد الفعلي يظهر لي أنه صعب أو مش هقدر أستحمله من الآخر وكده بس في النهاية المصرحة هي أفضل شيء ممكن ما ينفعش نخبي حاجة لأنه في النهاية المشكلة اللي هتحصل بيني وبين الطرف الآخر وأنا سايفا هي ممكن لو أنت التكنيك اللي عملته وفكرة القصة بالكتابة بطريقة دي هو اللي ادها البريق الجديد لأنها ممكن تكون فكرة اتنين خبوا على بعض يعني تتعامل بشكل تتعامل بشكل تاني فممكن احنا شايفين الصورة هي على الشاشة ممكن تتعامل بشكل تاني لكن هي كانت فكرة التكنيك نفسها في طريقة الطرح بصراحة يعني يمكن المشهد بتاع رولات رونتو بتضربوا على بعض يعني فيه شوية أكشن على جو سينمائي كان مختلف شوية عن فكرة الطرح العادي اللي ممكن كان يتعامل يعني فكرة ان انت فجأة تلاقي أشن ما بين زوج وزوج دي كانت المختلفة في الموضوع هل كان قريب منك لأنها قصة حياة الفنان بيعيش زي في الكواليس يعني انت شوية مخرج وشوية زوج فنانة فبردو انت شايف بهاينك هي دي الجزئية التانية اللي كنت هقول لحضرتك عليها فكرة الرسالة التانية فكرة ان احنا في رولت كان قريب مني جدا ومهم بالنسبة لي جدا ان احنا نوضح الجانب الآخر لفكرة الفنان بعيدا عن الأضواء والكاميرات والحاجات وان احنا نظهر تخوفه تخوفه من اللي جاي من المستقبل من انه ممكن ما يجلوش ورق ما يجلوش سيناريوهات ما يجلوش شغل طب حياته دي هتبقى عاملة ازاي عايشها ازاي وهو بيعيش فترة بفترة فترة موسمية فكان مهم بالنسبة لي كنت حاسسها جدا المشكلة دي يمكن احنا كلنا كنا حاسين الفكرة دي ان احنا عايزين نعرض حياة الفنان الحقيقية من غير رتوشي وغير كاميرات زي ما هي بتبعيتها يعني بيحصل له انكسار وحبه طبعا فان انه عادي زي بقيت الناس وطالع من وسط الناس هو مش حد نازل من السماء يعني بالعكس ده حد من وسط الناس وعنده انكساراته وعنده تعبه وعنده وجعه وعنده حاجاته الكويسة برضه زي بقيت الناس وكده انت اثبت بانه النجاح ممكن يكون خارج رمضان اه يا الحمد لله وبقى حديث الناس اكيد يعني او حديث المشاهدين اه الحمد لله يعني هو بقول له حضرتك كان رد الفعل عبقري بصراحة